مجدداً أهلاً بكم قطاع ثقافة يخسر وألعاب الفيديو الفائز الوحيد جراء فيروس كورونا والقيود المفروضة بسببه بحسب دراسة أجرتها المفاوضية الأوروبية الدراسة أشرت إلى أن قطاع ثقافة خسر نحو ثلث إراداته خلال العام الماضي جراء الفيروس في حين سجلت ألعاب الفيديو ارتفاعاً في مبيعاتها بقرابة 9% يواصل العالم تقييم خسائره في كافة المجالات إزاء فيروس كورونا ولجراءات المفروضة لاحتوائه وقطاع الثقافة لم يكن استثناءاً حيث أفادت دراسة أجرتها شركة الاستشارات العالمية إيرنست يونغ بأن القطاع خسر نحو ثلث إراداته أي بما يزيد على 199 مليار يورو في قيمة أسوأ من قطاع السياحة وبنسبة مماثلة لخسائر قطاع النقل الجوي في حين كان الحظ حليفاً لألعاب الفيديو والتي بدورها سجلت ارتفاع مبيعاتها بنحو 9% الدراسة أشارت إلى أن القطاع الأكثر تضرراً كان الفنون المسرحية الرقص والأوبرا والمسرح إذ تراجعت إراداته بنحو 76% تليه قطاعات الفنون البصرية والهندسة المعمارية والكتب والإعلانات والأنشطة السمعية البصرية التي تراجعت بنسبة متفاوتة بين 20% و40% مقارنة بعام 2019 وقبل ظهور كورونا قطاع الثقافة كان الأكثر نمواً بين القطاعات الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي بعد أزمة عام 2008 وهو يوفر أكثر من 7 ملايين و600 ألف فرصة عمل أي ثمانية أضعاف ما يوفره قطاع الاتصالات الدراسة خلصت إلى أن الأنشطة الثقافية والإبداعية يجب أن تكون أساسية في برامج الانتعاش الأوروبي من تداعية الفيروس وذلك نظراً لدورها المحوري في اقتصادات دول أوروبا الأجمع اشتركوا في القناة